دور فعال للمساعي الأمريكية الهدفة لتحقيق انتصار دبلوماسي في ملفين الهدنة الإنسانية وتحرير الرهائن في قطاع غزة خصوصا وأن الملفين أخذ منحا جديدا رغم تباين المواقف مع إسرائيل فبعد زيارة رجل الملفات الصعبة وليام بيرنز في الأيام الماضية إلى منطقة الشرق الأوسط حاملا معه خطة شاملة هدفها تجنب نشوب حرب إقليمية بوادر الهدنة بدأت تتكشف وفق صحيفة واشنطن بوست التي تحدثت عن مفاوضات حساسة بين الأطراف نقلا عن مصدر دبلوماسي الذي أكد بدوره أنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة الأخيرة فقط بعبارة عامة طبعا هنا المسؤولون الأمريكيون المطلعون على المفاوضات أكدوا أن إحراز أي تقدم يتوقف على مدة الهدنة واحترام الشروط التي يتم التفاوض عليها واشنطن بوست قالت إن حركة حماس وافقت مبدئيا على صفقة تبادل الأسرة ووقف القتال غير أن إسرائيل هي من تضغط بخصوص البنود والآلية طبعا هنا في مقابل إطلاق صراح الأسرة توفق إسرائيل على وقف القتال لمدة ثلاثة أيام إلى خمسة أيام وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والإفراج عن عدد غير محدد من النساء والأطفال المحتجزين في السجون وفق الصحيفة على الجانب الآخر تحركات جاءت من طرف مجلس الأمن الدولي الذي وافق على قرار أممي صاغته مالطا ويدعو إلى هدن إنسانية في قطاع غزة غير أن مراقبين طرحوا تساؤلات كثيرة حول مدة الهدنة وهل تعتبر كافية وأيضا حول القرار الذي تمت سياغته ومدى احتمالية الانتقال من هدن تكتيكية قصيرة إلى هدن طويلة اشتركوا في القناة